مفهوم البيانات الضخمة، مفهوم جديد نسبياً، انتشر في بداية الألفية الجديدة. البيانات الضخمة هي عملية جمع وتخزين كميات هائلة من المعلومات من أجل تحليلها لاحقاً. لفهم ما هي البيانات الضخمة، لابد لنا من فهم ثلاثة عناصر أساسية. هي الكمية والسرعة والتنوع. العنصر الأول، الكمية. تجمع الشركات بيانات من مصادر متنوعة، مثل العمليات التجارية، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومصادر أخرى، فتحصل بالتالي على كمية كبيرة من المعلومات. العنصر الثاني، السرعة. تنتقل البيانات بسرعة هائلة، ويجب التعامل معها في الوقت المناسب. العنصر الثالث، التنوع. أشكال البيانات باتت متنوعة. جداو الأرقام، نصوص، رسائل بريد إلكتروني، تبادلات مالية، إلى آخرهم. في الواقع، البيانات الضخمة لا قيمة حققية لها، إلا إذا وضعت في سياق معين وخضعت للتحليل. تستخدم الشركات البيانات المحللة لرفع مبيعاتها وتحسين أهداف تسويقها وتصنيع المزيد من المنتجات لبيعها. وسائل التواصل الاجتماعي هي إحدى أهم مصادر البيانات الضخمة. فالمحتوى هو معلومات فعلية، وكذلك نقارات أعجبني، والمشاركة، والمتابعة، وإعادة التغريد، بالإضافة إلى التعليقات وعمليات التنزيل على منصات التواصل الاجتماعي. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر